اولا عشان تقدر تزيد في الوزن وتتخلص من النحافة محتاج تاخد سعرات حرارية زيادة عن اللي انت محتاجها يعني لو مثلا انت سعراتك الحرارية اليومية بتحتاج 2000 سعر حراري يبقى هتزود عليهم من 500 ل 1000 سعر حراري يعني هتاخد من 2500 ل 3000 سعر حراري وعشان تاخد السعرات الحرارية الكتيرة ديا محتاج تاكل كمية اكل كتيرة وطبعا معدتك مش تستحمل كمية الاكل الكتيرة ديا وممكن ما تقدرش تهضمها فعشان كده احنا هنختار انواع معينة من الاكل تكون كميتها صغيرة ولكن غنية بالسعرات الحرارية زي مثلا مشروبات او واجبات صغيرة سريعة التحضير تقدر تعملها بسهولة وهتديك سعرات حرارية زيادة اول مشروب مثلا ممكن نعمله تجيب كوباية لبن كامل للدسم وتقطع عليها موزة وتضربهم في الخلاط وتضيف عليها مثلا عشر حبات فول سودان تاني مشروب ممكن مثلا كوباية لبن كامل للدسم وتقطع فيهم ست تمرات تالت مشروب ممكن كوباية عصير منجا وتحط عليها ثلاث معالق صغيرة سكر وتاكل معاها كبشة مكسرات ممكن فول سوداني او لوز رابح حاجة ممكن تجيب كوباية زبادي وتحط عليها معلقتين كبار عسل وتقطع عليها طفاح دي كلها مشروبات او وجبات صغيرة سريعة التحضير ممكن تاخدها كسناك ما بين الوجبات الكبيرة وهتديك حوالي 300 سعر حراري